اشتركوا في القناة 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 مشهد بران و جيمي واحد من افضل المشاهد بالحلقة مشهد قصير لوكيشن جميل اشجرة الويروت جدا جميلة وصرتنا المعلومة بدون حشو بدون تمطيط كان المشهد عبارة عن ذكريات ذكريات نهاية الحلقة الاولى من الموسم الاول لما جيمي رمى بران من الدريشة وعموما في نظرية عن هذا الامر شفنا انه بران يقول لجيمي انه لو ما رميتني مع الدريشة كان انا الى الان براندن ستار وماستر تثري ايد ريفن النظرية بكل بساطة تقول انه بران ستارك لما كان صغير كان متعود انه يتسلق على اسوار وينترفيل وابدا ما اخطى وابدا ما طاح المشهد يختلف بين المسلسل والكتب الكتب بران ستارك ما شافته سيرسي سمعت صوت بعدين التفتت عن دريش وشافته بران ستارك فالنظرية بكل بساطة تقول انه كان فيه غربان على البرج والغربان هي اللي اصدرت الصوت صوت الحفيف على اجدار وسيرسي هي اللي شافت فيقال انه الغربان هي تابع على ثري ايد ريفن وثري ايد ريفن هو اللي يتسبب بسقوط بران ستارك واللي يفسر النظرية هذه هو كلام بران ستارك في المشهد لما قال انه لو ما رميتني انا ما استرأت ثري ايد ريفن الآن لكن اتوقع ان المشهد كامل يبني يوصلون لك فكرة لما قال لبراان ستارك انه هل تتوقع انه رح نبقى احياء لما جاي من لانستار قال انه بعد ما نبقعها قال له برانستارك هل تتوقع انه راح نحيا يعني بعد هذه الليلة كأنه يبوني وصول لك فكرة انه برانستارك ما يقدر يشوف المستقبل وغالبا المشاهد اللي شافه المستقبل اللي تكلمت عنه بالمقطع اللي راح الوايلد فاير والتنين اللي يطير ممكن كانت تقليتش بالأحلام وشافه كذا فتوقع انه برانستارك ما راح يقدر يسيطر على رؤى المستقبل عموما سواء كانت أحلام أو كانت بمحض إرادته اللقاء اللي نستر بساحة وينترفيل مين كان يتخيل هذا المشهد لو رجع الزمن وراء السيزن الأول السيزن الثاني وقلت لك انه في يوم من الأيام تيرين وجايمي راح يتقابلون داخل وينترفيل بساحة وينترفيل بدون لا أحد يمسهم بأذى وينترفيل تحت حكمة ستارك راح تقول لي ينتكذب ولكن الآن هذا المشهد حقيقي وأعجبني بنقاش تيرين وجايمي هو رغبة تيرين بموت تيرسي لما قال أنه لو مت الآن أتمنى يعني أنه أكون جثة على الأقل وأروح للعاصمة وأقتل أختي سيرسي رغبة تيرين بقتل سيرسي موجودة بالكتب وبالكتب تيرين كان يقول الفارس أتمنى لو كنت غني كفاية أن يستاجر فيسلسمن عشان يقتل أختي العزيزة سيرسي وبالمصادفة فيه الآن فيسلسمن موجود في وينترفيل وهذا الفيسلسمن عنده قائمة وضمن القائمة اسم سيرسي هل ممكن التلميح أخذه هذا التلميح من الكتب وأضافه للمسلسل أو لا أما لقاء بريانف تارث مع جيمي كان عكس لقاءها من الأول بالسيزن الثاني أو بالسيزن الثالب رحلة جيمي مع بريانف تارث بالسيزن الثاني على ما أعتقد كانت مليانة نرفزها من جيمي كان ينرفز بريانف تارث أخذ سيف من بريانف تارث وقعد يتقاتل مع بريان كان يعني كان يتنمر على بريانف تارث كان يضطهد بريانف تارث فكان اللقاء عكس الآن نشوف أنه جيمي لانستر كان يبي بس أنه ترضى عليه بريانف تارث وحتى السير بريانف تارث ما كانت واثقة أبدا من جيمي لانستر بهذا المشهد كانت تنتظر كلمة من جيمي لانستر يتنمر فيها على بريان أعقل شخصية موجودة الآن في وينترفيل بلا منازع السير أو الفارس جورا مورمنت الفارس المنفي جورا ذا أندل راحل من أشجع الفرسان اللي مروا على قارة ويستروس طلب من دينايريس أنه تروح تقابل سانزا ويحلو النزاعهم السياسي لأنه بعد عنده نفس النظرة اللي عندي أنا هو يتوقع أنه النزاع السياسي هذا رح يستمر وسوالف الضرات رح يستمر حتى لو تغلبوا على النايت كينغ مبتل إلا إذا ماتت وحدة من الشخصيات جورا مورمنت قال دينايريس اسمعي روحي لسانزا تكلمي عشان تحلون مشاكل الكاميران الليلة طويلة فراح دينايريس لسانزا وجلسوا مع بعض وكانت الجلسة جدا جميلة صحيح الجلسة كانت جدا جميلة وذبت دينايريس قالت أنه رجل أطول لما سلسل دينايريس من الأول قالت رجل أطول تقصد الكاليد روغو واحد يا أخي تبدل الكاليد روغو بجونس نو لكن عموما انتهى النقاش بنزاع سياسي مرة أخرى لما سانزا سألت بلهجة صارمة عن مستقبل الشمال هل الشمال بعد ما تاخذ العرش دينايريس رح يكون تابع للمملكة لأنه حنا ما رح نتبع لأي مملكة مرة أخرى المشهد اللي بعده كان بساحة وينترفيل دابو السيورث المشهد كان مؤلم جدا مؤلم لأنه البنته والطفلة الصغيرة اللي وجهها في ندباته وفي حرق ذكرته بشيرين براثين شيرين براثين مسكينة يعني الله بلاه بأبو وأم يعني استغفر الله العظيم شيرين براثين بدراغنستون بالمسلسل ما كان عنده أصدقاء بالكتب كان عنده مهرج من جنون فأتخيل يعني شيرين براثين مسكينة سواء بالكتب أو المسلسل أبو وأم انتهين وصديق مهرج بالكتب وبالمسلسل ما عنده أولا صديق فبالمسلسل وبالكتب كانت تنزل تحت عنده السجن حق دابوس وكانت تتعلم دابوس كيف يقرأ وكيف يكتب فدابوس هو الصديق الوحيد بشيرين فالعلاقة العاطفية اللي كانت بين شيرين وبين دابوس ما تنوصف أبدا فالطفلة الصغيرة هذه ذكرت دابوس بشيرين المشهد هذا ذكرني بهاردهم كان في أم الطفلين بهاردهم كانت من الهمج قالت للطفلين شيء زي كذا وبعدين ماتت فكأنه البنت وهي تقول أنه راح أقاتل فأذكرني المشهد بهذاك المشهد وأنه ما أدري كيف لكن أتوقع أن البنت الصغيرة هذه راح تودع الملاعب بالحلقة الجاية مشهد الاجتماع كان الخط الفاصل بالحلقة ما قبل الاجتماع كان سياسي ما بعد الاجتماع صار عاطفي أكثر لكن عموما الاجتماع بحد ذاته كان فيه كم نقطة أثارت استغرابي أثارت استفهامات فوقراسي أول نقطة لما جون سنو قال لازم نقتل النايت كينغ بما أنه هو اللي حولهم كلهم ذكرت مشهد بيانده وول بالبحيرة المجمدة لما بيرك دنديريان قال لجون سنو خلينا نقتل النايت كينغ بما أنه هو اللي حولهم راد عليه جون سنو قال لازم نقتل النايت كينغ بما أنه هو اللي فهمت من كلام جون سنو بالبحيرة أنه الأمر مو بالسهولة هذه أنك تقتل النايت كينغ فكيف صار الأمر بهذه السهولة أنك تقتل النايت كينغ من الأشياء الغريبة بالمسلسل أنه أحيانا الشخصيات ينزل عليهم وحي يجبون معلومات مدري منين يعني بيرك دنديريان الحلقة الأولى لما شاف الرسم أو شاف الرموز اللي على الجدار قال هذي رسالة من نايت كينغ إيش دراك إنه رسالة من نايت كينغ الأمر الثاني بالاجتماع اللي شد انتباهي هو رفض دينيريس مشاركة تيريو لانستر بالحرب وتحديدا بإشعال الشي يسمونه الخندق اللي حول وينترفيل وطلبت من تيريو لانستر يروح لسراديب وينترفيل هل دينيريس عنده إيمان الآن أو تعتقد أنه تيريون قاعد يخون هؤلاء الأمر الثالث وهو كلام براين ستارك عن هدف النايت كينغ الحقيقي هو قتل كل شخص يحمل لقب ثرياء دريفل كلام براين ستارك إثبات الكلام اللي صار لنا سنة هنو نقوله أنه هدف النايت كينغ ما هو دينيريس ما هو جون سنو ما هو العزورة هاي الهدف الحقيقي هو براين ستارك لكن التبرير اللي قاله براين ستارك ما أدري هل هو اجتنتاج من براين ستارك ولا هل فعلا براين ستارك رجع للماضي وسمع حوار صار بين ثرياء دريفن وثرياء دريفن كان يقول براين ستارك بالحلقة أنه الهدف أنه يقتلني لأني أنا ذاكرة البشر فإذا قتلني راح نعيش بظلام سرمدي ظلام إلى الأبد على أنه الكلام إلى الآن مبهم وعلى أنه إضافة سام تارلي للكلام ما أضافت لشي حرفيا إلا أنه الحمد لله أنه فيه هدف لهجوم النايت كينغ ما هو هجوم عبثي لقتل الأحياء فقط الشي الرابع اللي أعجبني بالاجتماع هو تماما بالتفاصيل وتحديدا الخريطة شوف الخريطة قدامك الآن يعني واضح كل شيء يمين ستارك يسار ستارك نصر غيرين وجيش المورمنت داخل وينترفيل ورسمين لك الخندق ولا ننسى أنه براين ستارك راح يكون بأيكة الآلهة اللي على اليمين والتنانين راح تكون هناك لأن النايت كينغ راح يهجم على أيكة الآلهة وكأن المعركة بكل بساطة راح تصير على أنه النايت كينغ راح يوجه الوايت ووكرز على وينترفيل بحيث أنهم يشتتون انتباه الجنود هو يهجم على براين ستارك بالتنين فراح نشوف معركة التنانين فوق أيكة الآلهة براين ستارك راح يكون عند أيكة الآلهة مع حديدية المولد ثيوني غريجوي والشلة حقين غريجوي بما أنه براين ستارك عند أيكة الآلهة فأنا أتمنى أنه نشوف رؤى نشوف أحلام نشوف شيء من الماضي المهم أنه نشوف شيء لبراين ستارك بأيكة الآلهة من الأشياء اللي قال لبران ستاريك لا إعرف التأثر عن انايت كينج أو لي وهذا ثاني دليلة ستناJenéis في الحلقة إن بران ستاريك لا يعرف بلا يactor المستقبل سلا أدري إذا يعط إنه لي أن يون 20 يشوف المخصص بعدين فجأوا لأن بران ستاريك يشوف المستقبل أو تجد بران ستاريك لا يمكن رؤية المشوة وحنا فلمنا وكيسنا وقلنا انه براين ستارك يشوفه المستقبل الشي اللي كنت متحمس له مرة لما تيريو لانستر سحب الكرسي وجلس بجنب براين ستارك وطلب من براين ستارك ان يسولف له القصة كاملة كيف صارت ريائي دريفن وكنت اتمنى ان يشوف قصة ريائي دريفن من وجهة نظر براين ستارك بعد الاجتماع اللي صار رتم الحلقة تغير رتم المشاهد تغير صار المشاهد عاطفية صارت وداع كل شخصية تودع امشي ودع وفي شخصية قاعدة تجرب اشياء جديدة ما علينا من هذه الشخصية لكن كل الشخصيات قاعدة تودع وتسولف وتقطق كأنك تدري انه في حرب بكرة تبتصير في قنبلة هيدروجينية تبطيح على بيتكم وجلسنت مع اخوياك ومتأكد انه اخر ليلة لكم مع بعض فاشوف السوال في كيف تطلع مع الوداع مع المشاهد اللي صارت صار الرتم هذا النصف الثاني من الحلقة صار يبكي شوي وفي واحد من الشباب انا متأكد متأكد وأجسم اسمه محمد متأكد انه الان هو قاعد يشوف الحلقة وانا قاعد اسجل فمتأكد انه الان قاعد يبكي او يبكي على مشهد بريان فتار فعزيزي الرجل عزيزة الشنب لا تسوي نفسك يعني رجل وشديد وانه المشاهد يتبكي وراح تبكي اكثر بالحلقات الجاية فاطلق العينان ذي كارز انه قاموا ثرونز يهتمون بتلميحات وعشان اعطيك مثال واضح لو نرجع للسيزون الاول اول مشهد اول حلقة بالسيزون الاول لما الايل حيوان الايل كان متصادم هو الذئب وذابحين بعض اثنينهم فهذا يعطيك تلميح انه رح يصير تصادم بين البراثيون وبين استارك فانه استارك شعارهم ذئب والبراثيون شعارهم ايل هذا اول تنبيه او مو اول تنبيه اول فرشادوينج ايش فرشادوينج بالعربي فهد اسف المرة ثانية ايش فرشادوينج تلميح الاول تلميح ثاني تلميح لما تاي والانستر كان قاعد يسلخ حيوان الايل وكأنه قاعد يسلخ البراثيون من الحكم او شي زي كده فكل هذي المشاهد كانت بسيزون الاول من قيم ثرونز فالوداع الاول كان بين غريوور وبين ميساندي واول تلميح او اول فرشادوينج لما غريوور قال للميساندي انه راح اخذك الجزيرة اثناث فلقني اذا اجيت من الحرب الوداع الثالث كان وداع رهيب اجتماع رهيب انا اتحدى واحد من قراء الكتب ما تذكر الكتب او يعني المتعة اللي كانت موجودة بالكتب لما شاف الاجتماع هذا اجتماع بريان افتارت جيمي لانستر تيرين بودريك دابوس تورموند كل شخصية تختلف عن الشخصية الاخرى في تناقضات بين الشخصيات في خطوط في قصة صارت بين الشخصيات وكل شخصية له ماضي مع الشخصية الاخرى على سبيل المثال الماضي اللي بين جايمي وبريان افتارت لما مسكوهم رفقة الشجعان بريف كومبينيون ولما اقطعوا يد جايمي ولما رموه وبريان افتارت بحفرة تقاتل الدب ورجع جايمي لانستر على انه كان يقدر يترك بريان لكن رجع وانقذ بريان افتارت بودريك بين مع تيريو لانستر بودريك بين اللي صار سيكوايرل تيريو لانستر وهو شاب صغير يتعته ما عنده ثقة بنفسه تيريو لانستر ببلاك كووتر قتل ابناء دافوس تورمند ما عنده هدف وما عنده قصة اساسا بالجتماع هذا الا انه يثير اعجاب بريان افتارت فكل الشخصيات هذه الخليط وانه الشخصيات هذه ظلع لنا مشاهد جدا رائعة واذا ارى تيريو لانستر للحوار زي ادارته بالكتب بالكتب تيريو لانستر شخص ملسون يعني حنا فقدنا تيريو بالموسم السادس والموسم السابع المسلسل قبل بالمسلسل تيريو لانستر كان ملسون ارجع الى سيزون الثاني وسيزون الثالث والرابع تيريون كان لسانه يعني زي ما نقول متبري منه تذكرون المحاكمة كان يعني فيه اتفاق انه تايو لانستر يقول بس اعترف عشان ارسلك للنايتس ووتش ولكن تيريون لانستر شفنا كيف انفلت بالمحاكمة تيريون لانستر شخص لسانه متبري منه عشان كده بدأ يدير الحوار بين الشخصيات وبدأ يطلع من كل شخصية الحوارة والمشهد اخذ منعطف ثاني تماما لما جايو لانستر قرر انه ينصب بريانوف تارت كفارسة ظاهريا لقب فارسة لبريانوف تارت ممكن ما يعني لها شيء لانه ممكن تموت بهذه الحرب ولكن معنويا يعني لها شيء كبير بريانوف تارت عاشت حياتها مضطهدة ناس تتنمر عليها بسبب شكلها جثتها كبيرة منظرها ما هو منظر انثة ما هو منظر ليدي لدرجة انه ما تعرف تلبس ملابس نساء جثة كبيرة طويلة جدا ما تعرف تلبس فساتين خشمها مكسور أسنانها مكسرة وجهها مليان نمش فكانوا الناس تحديدا الرجال الرجال طبعا الضعاف يغارون من قوة بريانوف تارت فكانوا يتنمرون عليها لدرجة انه كاتلين ستارك تقول يعني كانت تتكلم نفسه يعني تقول في الدنيا مخلوق أشقى من امرأتين قبيحة وكانت تقصد بريانوف تارت فحتى كاتلين ستارك كانت ترحم حال بريانوف تارت لانه امرأة صحيح انه بريانوف تارت قوية جدا لو كانت رجل ممكن تكون من أقوى الفرسان اللي مره في تاريخ وسترس ولكن بالنهاية هي امرأة فعشان كذا شفنا دموع بريانوف تارت لحظة تنصيبها كفارس من جيمي رانستر والمشهد عموما مشهد تنصيب بريانوف تارت كفارس كان فان سيرفس لنا قراء الكتب وكانت تذكير او تلميح لتنصيب دنكين ذاتول كفارس على يد بيلور تارغيرين كذلك لقاء سام تارلي مع جورا مورمنت لما سام تارلي اعطى جورا مورمنت تسيف عائلة تارلي الفيليرين ستيل آفة القلوب قبلها شفنا جورا مورمنت يحاول ليقنع ليانا مورمنت انها تبقى بسراديب وينترفيل سراديب وينترفيل انذكرت بالحلقة على انها امن مكان بوينترفيل تسع مرات فتلميح ما ادري كيف بيحضرك بعض المرات اللي انذكرت انه امن مكان وانت حل التلميح بكيفك هل انه تشوف امن مكان فعلا او لا ولمشهد قبل الاخير بالحلقة كان تيرا لانستر لما طلب احد يغني فشكرا تيرا لانستر لان هذا الثاني فان سير فس القراءة الكتب لما بودريك غنى اغنية جيني اوف اولدستون هذه الاغنية اغنية جيني مرت علينا بالكتب ممكن ثلاثة او اربع مرات وكلها كانت مرتبطة مع شخصية اسمها غوست اوف هاي هارت او شبح القلب العالي شبح القلب العالي قصتها بكل بساطة انها كانت مرافقة الجيني اوف اولدستون جيني اوف اولدستون كانت حبيبة وزوجة دانكن دا سمول دانكن دا سمول ولد ايغون الخامس ايغون الخامس هو صديق دانكن دا تول وسمى ولده دانكن دا سمول على دانكن دا تول عموما دانكن هذا كان هو الوريث الشرعي للعرش ولكن لما حب البنت اللي اسمها جيني اوف اولدستون تخلى عن العرش الجهيرس الثاني جيني فولدستون لما وصلت للبراط الملكي جابت معاه ساحرة غابة هي اللي تنبأت الجهيرس الثاني أنه الأمير الممعود رح يكون من نسلك أمر هو القاعة صارت بمأساة للتارغيرين راح ضحيتها دنكين ذاتول دنكين ذاتول ما هو معروف إذا مات أو لا ولكن من الضحايا جهيرس وكثير من عالية التارغيرين وجيني فولدستون راح الضحية هناك ونفس الليلة هذيك لما اطلعوا من القاعة الناجين رايلا أنجبت ريغار تارغيرين والأخوية بلا رايات برادر هود والذاوت بانر أخوية بريك دنديرين كانوا أو راحوا مرتين للشبح القلب العالي أو هو عموما تل كبير وأنا تكلمت عنه بالتفصيل لكن عموما راحوا له مرتين كل مرة كانوا يطلبون أحلام من هذا الشبح أنه عطينا أحلام بالمقابل نغني لك أغنية جيني فحنا كقراء الكتب ما كنا نعرفوش تفاصيل أغنية جيني فتوقيت الأغنية فيه إشارة لجون ودينيريس بما أنهم من نسل تارغيرين ومن نسل جيهيريس الثاني وحتى الجيمي لانستر بما أنه هو قاتل الملك إيريس تارغيرين الحلقة الماضية المشهد قبل الأخير كان بسرديب وهذا الحلقة المشهد قبل الأخير كان بسرديب هذه المرة جون سنو يكشف هويته لدينيريس يقول لها أنه أنا أيقون تارغيرين فدينيريس على طول راحت لوراثة العرش والسوالف هذا دينيريس عموما عاشت طول عمره وهي تسعة خلف ثرون يعني أنجبت تنانين جابت أنساليد جابت دوثراكي عبرت بالدوثراكي البحر الدوثراكي يخافون من البحر يخافون من أي ماء ما يقدر يشرب منه الخيل فمع ذلك عبرت بهم البحر فمستحيل أنه حنا شفنا ردة فعل دينيريس مستحيل أنه تفرضت بالعرش حتى لو كان جون أحق بالعرش ممكن بعدين تغير نظرته تغير كلامه لكن حاليا مستحيل قبل أن أتكلم عن آخر جزئية صارت في الحلقة سيرسي والعاصمة ما لهم أي طفور بهذه الحلقة للأسف تمنيت أن نشوف مشهد مشهدين نشوف وش قاعدين يسوون هناك وفي حاجة ثانية اللي إلى الآن ما نمتأكدين دينيريس حامل أو لا مع ذلك لما سمعوا صوت البوق دينيريس وجون راحوا فوق وعلى طول راحوا ينفذون الخطة أنه يروحوا للتنانين ويحمون أيكة الآلهة وشفنا وصول الوايت ووكرز يا حبيبي الوايت ووكرز تسع وتسعين طفل كراستر أعطى للغابة للأذرز ثلاثا منهم ماتوا تقريبا فباقي سبعة وتسعين أو ست تسعين شيء زي كده عدد كبير من غيرها لهمج الباقين فعدد الوايت ووكرز جدا كبير أمو من كده انتهت المراجعة انبح صوتي حلقة جميلة جدا صاحية من الفجر إلى الآن ساعة كم؟ ساعة ثمانة ونصف يوم الاثنين غالبا يوم الثلاثاء راح تنزل المراجعة إن شاء الله بالقناة شكرا جزيلا إذا كنت تشوف المقطع إلى الآن لايك إذا أجبك المقطع دس لايك إذا ما أجبك المقطع اشترك بالقناة دمك اشترك بالقناة فعلى الجرس التنبيهات أتمنى أنه الأربع حلقات الجاية أو الباقية من Game with Thrones تكون بنفس مستوى هذا الحلقة أو أعلى أترككم الآن مع صديقي المترجم منذر يغني لكم أغنية جيني في أولدستون سلام سلام هدوximًا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة